السلام عليكم ورحمة الله في الشرح المختصر سنتعرف على طريقة الربط حسابك في الدروب بوكس مع الحاسوب الخاص بك دروب بوكس هي خدمة تخزين سحابي تمكنك من تخزين الملفات ومزامنتها على الأجهزة الخاصة بك بمعنى أنه يمكنك ربط الدروب بوكس مع مختلف الأجهزة الخاصة بك وعندما تقوم برفع ملف من جهاز من الأجهزة يتم مزامنة الملف مع جميع الأجهزة في نفس الوقت الذي سنقوم به سنقوم بتحميل البرنامج الرسمي من دروب بوكس وربطه مع الحاسوب الخاص بك بحيث يمكنك رفع الملفات من الحاسوب إلى دروب بوكس لعدة أسباب مثلاً لديك ملفات مهمة تريد الاحتفاظ بنسخة في السحابة أو مثلاً تريد تلك الملفات أن تتمكن من الوصول لها من أي مكان في العالم من حاسوب آخر من الهاتف التكيي من الجهاز اللوحي ببساطة تحتفظ بتلك الملفات على السحابة تستطيع الوصول لها من كل مكان إذن لدينا الحساب على هذا الشكل حساب دروب بوكس في الصفحة الرئيسية لدروب بوكس يكفي أن نقوم بالنقر على البروفايل الخاص بك على هذا الشكل ثم النقر على install dropbox app سنقوم بالنقر هنا مباشرة سيمكنك من تحميل البرنامج الذي سيمكنه من تحميل برنامج الدروب بوكس إذن نقوم بتشغيل البرنامج نعطي الموافقة ونترك البرنامج يقوم بالتنصيب إذن اكتملت عملية تحميل وتنصيب الدروب بوكس والآن تظهر لنا هذه النافذة على هذا الشكل سنقوم بالنقر على next سنختار الخيار الأول الخيار المجاني طبعا ثم continue with basic هنا في هذه النافذة سنختار المجلدات التي نريد مزامنتها مع dropbox بشكل افتراضي قام بتحديد desktop والdocument والdownload طبعا هذه المجلدات بالنسبة لي تحتوي على الكثير من الملفات لا أريد مزامنت هذه المجلدات إذن سنقوم بإلغاء تحديد هذه المجلدات لأن طبعا هذه المجلدات بالنسبة لي تحتوي على ملفات كبيرة وستحتاج إلى أيام من أجل رفعها ومزامنتها مع dropbox بالإضافة إلى أن الخطة المجانية في dropbox لا تدعم الكثير من مساحة التخزين تحديدا تدعم فقط 2 جيجا بيت نقومنا مثلا بالنقر على add folder على هذا الشكل سألاحظ مثلا أن dropbox قام فعلا بحساب حجم هذه الملفات مثلا فقط أو مجلد dropbox يحتوي على 2 جيجا بيت document يحتوي على تقريبا 1 جيجا بيت وما إلى ذلك طبعا الdownload يحتوي على 10 جيجا بيت بالتالي تحديد هذه الملفات سيكون يعني أمر غير عملية على الإطلاق لهذا سنقوم بالخروج والنقر على not now continue with dropbox إذن هذا هو المجلد الخاص بالdropbox يوجد في هذا المصدر يوجد في السي ثم اليوزر ثم اسم المستخدم الخاص بك ثم dropbox وهذه هي الملفات التي توجد حاليا في dropbox الخاص بك سنلاحظ أنه قمنا بالعودة إلى dropbox وفتح المجلد مجلد dropbox سنلاحظ أن dropbox قام فعلا بمزامنة المجلدات التي توجد في dropbox مع الحاسوب الخاص بك الآن مثلا عندما ستقوم بجلب ملف من الملفات ووضعه هنا سيتم أيضا مزامنته مع حسابك في dropbox مثلا إذا ذهبت إلى مجلد document على هذا الشكل سنقوم مثلا بالنقل على copy على هذا الشكل والعودة إلى مجلد dropbox ثم نسخها هنا على هذا الشكل سنلاحظ أن dropbox قام مباشرة بمزامنتها مع حسابك في dropbox بالتالي يمكنك الوصول لهذه الصورة أو البلف أو PDF مثلا إذا كنت تريد مزامنت كتبك بصيغة PDF مع حسابك في dropbox بالتالي يمكنك الوصول لها من أي مكان في العالم يمكنك وضعها في هذا المجلد على هذا الشكل بالتالي في كل مرة تريد مزامنت المزيد من الملفات يمكنك فقط إدخالها أو نسخها هنا في مجلد dropbox صبعا إذا لم تجد أو تريد طريقة سهلة لوصول إلى هذا المجلد ببساطة تبحث فقط عن أيقونة dropbox على هذا الشكل تقوم بالنقل عليها على هذا الشكل ثم النقل على أيقونة المجلد وسيفتح مجلد dropbox في الحاسوب يكفي أن تقوم بنقل الملفات هنا ويستم مزامنتها مع dropbox بالتالي يمكنك الوصول لها من الهاتف من الجهاز اللوحي وما إلى ذلك إذا كان هذا الشرح شكرا لكم